السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على قناتكم قناة سوبروان التعليمية نواصل مع الاختبارات المتوقعة للسنة الثالثة ابتدائي اليوم لدينا اختبار الفصل الأول في مادة اللغة العربية للسنة الثالثة ابتدائي نخليكم النموذج في تعليق مثبت إذن نقرأ النص ثم نجيب على الأسئلة حكت الجدة لحفيدها فقالت في قديم الزمان احتلت جيوش أجنبية بلادا عربية وكان من أهل تلك البلاد شاب وطني يعلم في مدرسة ابتدائية فأخسم أن يحرر بلاده من الاستعمار وهكذا ترك المدرسة ولجأ إلى الجبال حيث أخذ يدرب إخوانه الوطنيين على أعمال الفداء وكان للوطنيين حيل عجيبة في حرب المستعمر حتى أصبح كل معمر يتمنى أن يغادر تلك البلاد قبل أن يفقد حياته واستمر الوطنيون يجاهدون حتى تحرر وطنهم من الاستعمار ونال الاستقلال أي وحصل على الاستقلال لآن عندنا البناء الفكري قال اختر العنوان المناسب للنص عيد الاستقلال معلم وطني أم المدرسة النص يتحدث عن الثورة وأن شابا وطنيا كان يعلم في مدرسة ابتدائية معنى أنه معلم معلم وطني إذن العنوان المناسب للنص هو معلم وطني كيف نخيره؟ إما نديره هكذا علامة X أو علامة صحيح أو نديره عليه دائرة أو نشطب على العنوان الخاطئ لكم الحرية إذن أنا سأختار دائرة حول العنوان المناسب للنص ثم يقول السؤال لماذا لجأ المعلم إلى الجبال؟ لماذا لجأ المعلم إلى الجبال؟ نجد هنا وهكذا ترك المدرسة ولجأ إلى الجبال حيث أخذ يدرب إخوانه الوطنيين على أعمال الفداء؟ أي أن المعلم لجأ إلى الجبال ليدرب إخوانه الوطنيين على أعمال الفداء نكتب لجأ لجأ المعلم إلى الجبال ليدرب إخوانه الوطنيين على أعمال الفداء على أعمال الفداء قال هاتي من النص مرادث خطط ويمرن خطط نجدون وكان للوطنيين حيال أي خطط حيال معنى خطط يمرن حيث أخذ يدرب أي يمرن يدرب البناء اللغوي قال استخرج من النص فعل ماضي نفس الشيء فعل مضارع اسم مفرد مؤنث حرف وجمع مذكر سالم قلنا الفعل الماضي هو الفعل الذي قمنا به وانتهينا منه مثال حكت الجدة أي حكت وانتهت من الحكاية حكت الجدة في قديم الزمن أيضا احتلت أي قامت بالاحتلال احتلت جيوش أجنبية إذن من الفعل الماضي هو حكت وأيضا احتلت نختار حكت فعل مضارع الفعل المضارع هو الفعل الذي نقوم به الآن نجد فأقسم أن يحرر عنه أقسم أن يحرر الآن أن يحرر بلاده من الاستعمار معناه فعل مضارع فهكذا ترك فعل ماضي ولجأ فعل ماضي حيث أخذ فعل ماضي أيضا أخذ إذن نجد الفعل المضارع هو يعلم يعلم ويحرر إذن شاب وطني يعلم أي أنه يعلم الأطفال والفعل الماضي يعلم والمضارع يعلم يحرر يحرر أيضا فعل مضارع إذن نختار يعلم أيضا يحرر يعلم اسم مفرد مؤنث ما معنى اسم مفرد مؤنث معنى أنه اسم يدل على مؤنث اسم مفرد معنى واحد مؤنث يدل على بنت نجد فيه تاء مربوطة نجد فيه تاء مربوطة أو اسم لبنت في مدرسة مدرسة اسم مفرد مؤنث أيضا الجدة عن أيضا ابتدائيات المدرسة أيضا حيال عجيبة إذن أيضا اسم مفرد مؤنث إذن نختار مثال مدرسة اسم مفرد مؤنث مدرسة أو مدرسة حرف قلنا الحروف من حروف مثل من إلى فعلى كعنبيل أيضا حروف الربط مثلا في وحرف نختار مثل حرف في قال جمع مذكر سالم جمع مذكر سالم هو الجمع الذي لم يتغير مفرده وأضفنا له و و نون فقط معنى المفرد زدنا و و نون ولا ي و نون يصبح جمع مذكر سالم بدون أن ننقس ولا حرف أو نضيف ولا حرف مثال عندنا الوطنيون مفرد هو الوطني جمع مذكر سالم هو الوطنيون يجاهدون لا يجاهدون هو فعل يجاهدون فعل عندنا الوطنيون ولا الوطنيين نفس الشيء إذن نختار الوطنيون الآن قال سؤال ثاني قال حول الأفعال التالية كما هو مطلوب في الجدول عندنا فعل ماضي فعل مضارع وفعل أمر عندنا كتب في الماضي مضارع وش نقول ماذا يفعل الآن يكتب إذن يكتب في الأمر نقول لو أنت أكتب جيد أكتب يجمع في الماضي نقول جمع يجمع في الأمر نقول أنت إجمع رازق في المضارع نقول يرزق وفي الأمر نقول أرزق أنصت في الأمر نقول أنصت في الماضي نقول أنصت أنصت في المضارع نقول ينصت جد جد في الماضي نقول وجد في المضارع يجد ينام في المضارع في الماضي نقول نام في الأمر نقول نم نم ثم في أسؤال ثقاء ضع سين أمام الجملة الإسمية وفا أمام الجملة الفعلية نهض الطفل باكرا نهض دائما ننظر إلى أول كلمة أول كلمة نهض هذا هو فعل إذن نكتب جملة فعلية الجو في الألف واللام إذن الجو بارد في الشتاء الجو هو إسم إذن مباشرة هي جملة إسمية هذا حرف سين رزان تلميذة مشتهدة رزان ما فيهش ألف لام لكن رزان هو إسم إسم لبنت إذن مباشرة عندنا هنا جملة إسمية اشتهد لتنجح اشتهد هو فعل الأمر إحنا ما يهمناش فعل الأمر أو فعل ماضي أو فعل مضارع المهم أن أول كلمة هي فعل نقوله جملة فعلية إذا كانت أول كلمة هي إسم نقوله جملة إسمية إحنا اشتهد هو فعل إذن نكتب جملة فعلية في الوضعية الإدماجية اخترنا وضعية إدماجية سهلة نوعا ما بالنسبة لهذه السنة السنة الخاصة عندنا السؤال يقول املأ الفراغ بتاء المناسبة من عندنا تاء مربوطة أو تاء مفتوح قبل ما ندروا تمرين هذا نذكركم بالقاعدة تاء تاء مربوطة وتاء مفتوح إذن قلنا دائما واش نديرو نديرو تاء مربوطة تاء مربوطة منفريدة ولا تاء مربوطة متصيرة بفهم إذن دائما نديرو تاء مربوطة إلا في ثلث حالات نديرو تاء مفتوح تاء مفتوح عندها ثلث حالات فقط اشتري الحال الأولى الحال الأولى يكون عندنا فعل مثل شاهدت خرجت أكلت إذن هذا فعل نديرو تاء مفتوح أيضا يكون عندنا اسم ثلاث ساكن الوسط مثل زيت زيت انظروا الوسط في السكون زيت دائما يكون الوسط في السكون نديرو الأخير تاء مفتوح أو يكون عندنا جمعة مؤنث سالم مثل معلمات إذن عندنا واختش نديرو تاء مفتوح مثل شاهدت وأن يكون عندنا فعل أو اسم ثلاث ساكن الوسط معنى اسم في ثلاث حروف ويكون في الوسط يكون ساكن إذن نديرو تاء مفتوح وليكن عندنا جمع مؤنث سالم مثل معلمات طبيبات طاولات إلى غير ذلك نفهم إذن نديرو في ثلاث حالة هذين نديرو تاء مفتوح أما باقي الحالة جميعا نديرو تاء مربوط من فهم إذن لقد نبدأ لقد هاجمت هاجمت قلنا فعل إذن الفعل نديرو تاء مفتوح لقد هاجمت جيوش الدبابير خلية خلية هل هي فعل لا خلية في تنوين ميش فعل هل هي اسم ثلاثي لا فيها حرف اثنان ثلاثة اربعة فيها اربعة حروف إذن ميش اسم ثلاثي هل هي جمع مؤنة سالم لا ليست جمع مؤنة سالم خليات هي جمع مؤنة سالم خلية هي مفرد إذن هنا ما هيش مع الحالات هذه ثلاثة إذن نكتبها نكتبها تاء مربوط خلية إذن الدبابير خلية النحل وها هو النحل يتحد وما هي إلا لحظات إذن مفرد هي لحظة جمع قل لحظات إذن لحظات هي جمع مؤنة سالم إذن ديرتاء مفتوحة وما هي إلا لحظات حتى خف الصوت الصوت نحو الألف واللام تصبح صوت صوت إذن في هذه الحروف هل الحرف الوسط هو ساكن نعم صو إذن الحرف الوسط هو ساكن إذن هذا صوت هو اسم ثلاث ساكن الوسط مثل زيت إذن ديرتاء مفتوح حتى خف الصوت لقد صمدوا ودافعوا عن خليتهم إلى هناك خلاص معنا الفيديو بتعنا لنهى اليوم أتركوا في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقل 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 ترجمة نانسي قنقل